بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم انذار قطير جدا لكل متبرجة ولكل محجبة حجابا كاذبا تجدب على نفسها قبل أن تجدب على الرب العام سبحانه وتعالى تضع طرحة على رأسها وتنزل متكشفة لابسة من طالا ضيقا وبضيهات ووضع مكياج ووضع عطر وتقول أنا محجبة المتبرجة والمحجبة حجابا كاذبا ملعونة وصلاتوها غير مقبولة وسيضيه عملها كله يوم القيامة إلا أن تتوبة إلى رب العام سبحانه وتعالى وبالتوبة ما زال مفتوحة لكل واحدة متبرجة ولكل واحدة محجبة حجاب كاذب الإنسان المتبرجة أو المحجبة حجاب كاذب لا تقبل صلاتوه وعقول لحضركم الأدلة عشان كل واحدة ترحل نفسه التوب أقول لحضركم أدلة كثيرة من السنة النبوية لا يختلف عليها ستنين الأدلة دي ما يختلفش عليها تنين الدليل الأول في مصند الإمام أحمد حديث صحيح سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر أو على السروق كأشبه الرجال ينزلون على الأبواب المساجد ويدعون أو يتركون ويتركون نساءهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنوبة البخت إلعانوهن فإنهن ملعونات در بقى نحلل هذا الحديث منفصل هذا الحديث سيكونوا في آخر الزمان بعناها دي من علامات الساعة النساء اللي مجولة دلوقتي دول بلزمة التسعين في المية سواء كانوا متبرجات أو محجبة حجاب كاذب دول الرصاصة محدث عليهم مجولين أمر رصاصة سيكونوا في آخر الزمان وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سنفان من أهل النار نم أرهما وسيأتيانهم بعدي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن أو على رؤوسهن كأسنوبة البخت لا يدخلنا الجنة ولا يشمعنا ريحة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من عامات الساعة سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر 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 اللي هي الكوبة المؤثره اللي هيسألها سروج اللي ما قاله أنه هي السيارات الموجودة دلوقتي يعني معناها رب الله سبحانه وتعالى أنا علمهم بالمال وجهدوا هذه النعمة وردوها بالمعصر كأشباه الرجال يعني كأشباه الرجال يعني الرجال ونالدعمها مخنثون رجال مخنثون لا يساublين قوامة لا يساعدهم رجولة لا يساعدهم نخوة لا يساعدهم كرامة عندهم دياسة ويؤكد قوي هذا في حديث ثاني رسول الله السلام من راضي من راضي بتزيين امرأته أو بخروج امرأته مزينة إلى الطريق ينزل الله الرجال فهو ديوس الحديث والحديث دي قوي فالدياسة درجات شوف بقى شوف الرسول عصام بيقول ليه فسيكون في آخر زمان الرجال كأشبه الرجال يعني كأشبه الرجال يعني معناها أنه هو رجل شكلا فقط لكن لا سبه رجل وزي ما قولنا ما عندهش نخوة ولا قرامة ولا رجولة ينزلون على أبواب المساجد ويقول لكم الاستلابش هتقبل ينزلون على أبواب المساجد ويتركون النساءهم كأسيات عرياتهم يعني رسول عصام بيقول لك يا رسول عصام بيسخر من هؤل الناس كيف يزابون إلى المسجد ليصلوا ليصلوا وهم وهم تريكون زوجاتهم بهذه الطريقة المزرية صلاة غير مقبول ومش ممكن رب رسول الله تعالى يقبل الصلاة من شبه الرجل تعطين على أي شبه الرجل طب بالله عليكم ده حل قائم على هذه المرأة من حل المرأة نفسها بعمل إزاي ده أول دليل ينزلون على أبواب المساجد وهي اللي يخلي رسول عصام بيجيب صلة الصلاة هنا ما لي الصلاة وما الموضوع التبرج إلا أنه معناه أن الصلاة غير مقبولة ينزلون على أبواب المساجد لو ترجونا نساءهم كأسيات عريات يعني كأسيات عريات يعني لابسة لبس دايق بيبرز مفاتنها يفسر مفاتنها زي البنطلون البنطلون الضيق وكل البنطلونات الموجودة في السوق دايقة بتبرز مفاتن المرأة بتبرز العورة المغلزة إيه هي العورة المغلزة اللي هي القبل والدبر ولو أنت بسيت لمرأة لابسة بنطلون هتعرف سكتل المرأة دي ممتلئة القوام أو متوسطة القوام أو نحيفة القوام ولو يمكن البنطلون ما يغريش الرجل لنظر المرأة لازم يغري الرجل لنظر المرأة عيزا وطبعا هحط لكم تحت تحت الفيديو رأي اللاجنة دائمة للفتخ في موضوع البنطلون أنه لها جوش شرعا والمرأة اللي تقسم تلبس البنطلون تقسم اسمين مش اسم واحد الاسم الأول التبرج لأنه ببرس مفتنة ببرس تدريس المرأة وده نزل من معنى كان إسكاسيات عارية لأنه بيفصل جسم المرأة كأنك شايفه الاسم التعني إنه تشبه بالرجال تشبه بالرجال البنطلون لبسة الرجل مش لبسة المرأة المرأة تلبس عباية واسعة في تفاضى لا تصف ولا تشف ما تحتها هو ده هو ده لبس الحجاب الشرعي الصحيح أي حق غير كده يبقى مش حجاب اللي تشوفوه ده يومين دول ده ده ليسا بحجاب هذا الكذب على الرب العام سبحان الله تعالى فكاسيات عاريات إلعنوهن في إنهن ملعونات يعني إيه كلام ده يعني معناها ربنا برصاصهم يأمرنا أن نرعن هؤلين نساء فإنهن ملعونات يعني بقولوا حتى لو أنتم ملعنتوش النساء دول ورادته عندكم دياسة ورادته بهذا سواء كنت زوج أو أب هم كده كده من العونات من قبل مين من قبل الملائكة يعني في ملائكة سيارة في الطريق تدخل المساجد تصلي مع المصلين وتحضر صلاة الفجر وتحضر صلاة الفجر وصلاة العصر وتدخل البيوت وتسمع تسمع وكل الأعلى سيكون في ميزان سيئاتك هذا ليس بس الملائكة الجن المسلم والحيوانات كمان الحيوانات بتلعب بني آدم ومتلعب المرأة المتبرجة لأن عندما تقص المعاصي بني آدم يمنع القطر من السماء ويمنع خروج الزرع من الأرض فتجوع الحيوانات فتلعب بني آدم كل هذا سيكون في ميزان سيئاتكم كم واحد يزني بسببك هل بكو الزنا أنواع شو عشان تفهموا كويس يبقى أنت يا متبرجة سواء كنت متبرجة وحجاب أعجاب كاسم متبرجة بتوقعي آلاف الرجال في الزنا وعد شو وعد شيري كل سيئات الرجال دول في ذلك يوم القيامة لأنه أتدل على الشر كفاعله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك كل رجال يسمحوا يقعوا في الزنا بدرجات متفاوتة بالعين وبالتفكير وباللمس دي هو التحرش وعجب الله بقى ما أصل الأمر إلى الفرق إن الله كتب على ابن آدم على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة وإن العين لا تزني وزنها النظر وإن اليدة لا تزني وزنها اللمس وإن النفس لا تزني وزنها الهوى والفرق يصدق كل ذلك أو يكذبه يعني بقى الإنسان بيوصار فبيزني بعينيه وبيزني بقلبه بأنه الأحلام اللي يقز أو يفكر في المرأة والزنة باليد أو بالمنامسة زي ما بيحصل في التحرش وفي وسائل المواصلات وبعدين يصل الأمر في الآخر إنه إنسان يزني بفرجه ويستوجب حدا ويقع في الكبيرة أو لا يصل الأمر إلى الزنا بالفرج وإنسان يمسك نفسه ما يوزلش الزنا بالفرج سواء أصل أو مواصلش كل المعاصي بتاعت الرجال في ميزان للمرأة المتبرجة يوم القيام طب اللي عليكوا واحدة حالة بالشكل ده سعطة هتقبل ربنا هتقبل إنما يتقبل الله من المتقين هي دي متقية؟ ليس متقية ده سيدنا عمر مخططة بيقول ياريت أعرف إن ربنا قبل مني ركعة هلقوله ليه؟ لأن ربنا بيقول إنما يتقبل الله من المتقين لو ربنا قبل مني زي ما ربنا سبحانه وتعالى بابلش من الراجل اللي هو اللي هو الديوس اللي راح يصلي في الجامعة أو سيد مراته رضا بتزين رضا تنزل متبرجة أو بنته تنزل متبرجة في الشطريق وإشعارها مكشوف ولابس فانطلون ومتعطرة نظرة النظرة سهم مسموم من سهام إبليس نظرة أنت بتستخفي بالنظرة النظرة دي زنة لأنها جزء من استمتاع النظرة سهم مسموم من سهام إبليس يعني رجل عندما ينظر إلى المرأة بشهوة قذفها بسهم مسموم طب لا عليك لو أحد دربك بسهم مسموم هتموت ولا مش هتموت إبليه تقتن إبليه مرأة متبرجة تقتن نفسها بالمعاصي فقاله إبليه 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 إلى الرجل فأتعانه في قلبه والعزو واللي فيصاب به ضعف الإيمان والوهن ولا سطيع أن يفرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وهو وده حق كثير جدا من الرجال الآن لأن رأس أشعر في العديث ما أتركته فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء المرأة إذا انصالحة انصالحة المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع وقاله أيضا يرجع هذا السهم فيتعانه في ذكره فيصاب والعزو بالله بالضعف بالضعف الجنسي كل ده في ميزان سيئات المرأة دي الدليل بعد كده أن المرأة دي صلاة غير مقبولة ونها ملعون شوف الحديث ده خطير جدا أيوم امرأة تبخرت فمرت على قوم وريقها تعصف فنظروا إليها فهي زانية بس طبعا في ناس كتير بتفهم الحديث ده غلط مش معنى أن المرأة لو تعطرت أننا نخد نخدها نقوم عليها لحد ده تشبيه مقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم للزجر مش معنى كده أنت توقف واحدة متبرجة أو واحدة متعطرة في الشارع وتقول لها تعال يا زانية لو أنت عملت كده توجل الثمانين جلدة حد القصف لكن ده تشبيه عام أو توقف واحدة متبرجة وتقول لها تعال يا ملعونة لا ما تعملش كده عشان الناس لا فهم كويس ده تشبيه عام لكل النساء المتبرجات أو محجبات حجاب كذا يبقى إذا كان خلي بالكم يعني لو واحدة منقبة مرت على قوم وشاموا منها ريح فنظروا إليها فهي زينية فما يكون بقى تنزي متبرجة أو تنزي أو غطي شعارها ونبسها طب ليه عليكم أيهما أشدوا فتنة للرجل المرأة المنقبة حتى عطر ولا المرأة اللي كشف شعارها ولبسها بانطالهم يبدأ كل يوم تستحقين لقب زينية بس مش هقولك أنت زينية معدرش أخص واحدة بهذه الكلمة لا يجوش شارعا أن أخص واحدة لكن ده قول عام لكل امرأة تنزل متبرجة أو تنزل لبس عايزة تصوني دينك وتفصلاتك تقبل تلبس حاجات صحيح عباية وصعة في اطفاضة لا تصف ولا تمنوع لبس المنطلون تلبس عباية وصعة في اطفاضة لا تصف ولا تشف وتكون سودة زي لبس المرأة لتلبس ملاقة عشان مكونش ملونة ومكونش ضيئة كمان في هدوم قاسة لمحجبات الحاجات شرعية مزبوط في محلات قاسة مبيعها تروح تشتري بحالة هذه الملابس طب الدليل بعد كده المرأة لو صلت وقدمها مكشوفتان لا تقبل صلاتهم حتى لو صلت في غرفة مغلقة وهي وقدمها مكشوفتان لا تقبل صلاتهم والدليل من السن الحديث صحيح سيدة ستنة ام سلمة قالت رسول الله تصلي احدانا في درع وليس عندها ازار هيكون ذلك رسول الله قال لها اذا كان سابغا يسطر وضهور قدمها يعني معناها ينفع صلي معندناش ازار الازار الازار اللي هو زي الجيبة او زي الجنلة او زي الشيء اللي هو بيلف على الوسط بيغطي القبل والدبر مش تلبس منطلون شوفوا النساء رسول الله سلم بتقول له كفية درع شوفوا اسمه درع درع اللي هو القميص طويل الرسول الله يقول لها اذا كان سابغا يعني لازم يكون طويل يغطي كل الجسم يسطر ضهور قدمها يعني لازم يكون القدمين المتغطين يعني يعني جوز كشف زالت جمهور العلماء قال له المرأة لو صلطوا القدمان مكشوفتان بطلت الصلاة حتى لو كانت في غرفة مغلقة لا يراها فيها احد لو انت عايزة تنزلي متبرجة وصواتك تتقبل همتكلم بالأدلة لو انا لو انا بقول الكلام والبولد غلط غلطوني همتكلم بالأدلة الأدلة لا يختلف عليها سنان الأدلة يقولها دي مختلف على اثنين يبقى يبقى ايزا دليل بعد كده النقاب جمهور العلماء دلوقتي على انه واجب شرع وان المرأة اللي تكشف وجهها بدون قص تأسم اسمه كبير الاعمال اربع في منه اثنين قالوا النقاب واجب شرعي حتمي جازم والمرأة تأسم اذا ما لبس النقاب مش حجاب وابلك بالمرأة المتبرجة او محجاب حجاب جازم ده اللي بعد كده المرأة اللي تعمل كده وبتغطي شعرها وبتلبس منطلون دايق وبتلبس وتحط عطر وتحط مكياج وتنزل تتشبه ببني اسرائيل اللي بتشبه باليهود وقال عليه الصلاة السلام من تشبه بقام فهو منهم وقال عليه الصلاة السلام ليس مننا من تشبه بغيرنا فلا تشبه باليهود ولا بالنصار ذلك ربنا قال في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤ ما يفعل ذلك منكم إلا خزنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة وردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون تعملون فهواته وربنا قال لك غطي شعرك والبيس بانطلون وربنا قال لك غطي شعرك وعملي منك حطي مهكب وربنا قال لك غطي شعرك وحطي قطر ربنا ما قالش كده فلنتعمل مع الدين كأنه طماطم ناخد اللي احنا عايزينه ونترك اللي احنا عايزينه يبا إذا نحن تشبهنا بني إسرائيل وما تشبه بقام فهو منه قال عليه الصلاة ليس منا من تشبه بغيرنا فلا تشبهه باليهود ولا بالنصار يبا إذا بتشبهها باليهود متشبهها بني إسرائيل بتاخذ من الشرعة اللي يعجبك وبتسيب اللي يعجبك عايزين ايه أكثر من كده قادلة على بطلان صلاة المنققة المتبرجة وبطلان صلاة المحجب حجاب كاذب يبا إذا بتصلي صبح وبصلي دهر وبصلي عصر وبصلي مغرب وتركها وتسجودي والصلاة لا تقبل ده مش بس الصلاة بقى إذا العمل كله حيضيع إذا كنت بتزكي إذا كنت بتصدق الصداقة لن تقبل ليه لنصر عصر مقال في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام الصلاة في إذا صلحت 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 العمل كله وإذا فسد فسد عمل كله فإذا لا بتقبل الصلاة لن يقبل العمل بالكامل فضيعي عملك عشان تنزلي لكشف شعرك ولا تنزلي يبسا ده عملك كله وتضيع صلاتك وتصلي والصلاة ده تقبل فإذا نتقي الله سبحانه وتعالى فده إنزال خطير كل واحد يسمعني كل واحد تسمعني كل واحد سواء كنت زوج أو أب قائم على قائم على امرأة زوج بنت أو زوجة أنت مسؤول عنها من القيامة وأنت أيضا على خطر كبير وتدخل في اللعن وتدخل في العقوبة فأنا أكتب لكم الأدلة دي كلها واحد اثنين ثلاثة في الوصف في الفيديو لا تنسخوا هذا كلام وتوشيرون أشوى هذا العلم فيه ثواب عظيما علم علما في الأجر من عمل به ومن القيامة لا أقوز لك مجردين في شاهدة وشترك على الجرس واشتراك في قناة لأسر لكم كل جديد ولتساعدون يا عشيس الصلاة ويقول قول هذا استغفر الله يا لكم